في النهاية يا فندم حابين نشكر كل الزملاء وكل شركاء الأرض من كافة المحافظات وكل اللي شفناه ده وكأكتر يعتبر أول خطوة على طريق الجمهورية اللي بنحلم بيها الجمهورية الجديدة سيد الرئيس أهلينا وديوفنا الكرام مساء الخير لحضراتكم جميعا يا فندم بفضل الله لقاءنا وتجمعنا بيجي وسط أيام مباركة بندعي فيها الله عز وجل أن ينعم دائما على مصر والأمة الإسلامية والعالم أجمع بالخير والأمان والسلام تفضلت سياتا كافندم والحضور الكريم بمتابعة الجهود اللي كانت على أرض الواقع واستهدفت التنمية والبناء والنماء عشان كل أهلينا في كل ربوع مصر يعيشوا حياة كريمة وتأكيدا على حرص سياتا كافندم ولثقتك الدائمة بأبنائك من الشباب وتأكيدا لجهود مؤسسات الدولة المختلفة من خلال التمكين وإتاحة الفرص للشباب للإسهام في عمل التنمية والبناء وعجلة التنمية في كل المجالات ونعزز دور كيانات ومبادرات شبابية كتير موجودة على الأرض حلمنا يا رايز بفكرة واجتمعنا وتقابلنا واسمعنا رؤى وأفكار كتير من الشباب وفكرنا إزاي كل هذه الجهود وكل الكيانات والمبادرات الشبابية تتحد وتتكاتف مع بعضها وتتعاون في إطار شراكات مسمرة مع مؤسسات الدولة سواء مؤسسات الدولة الحكومية القطاع المدني الخاص وحتى كتير من الجهات اللي كان ليها مرضود على أرض الواقع والثمار في التنمية زي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة PLP الأكاديمية الوطنية للشباب وكتير من الأعداد من الشباب اللي سهموا في جهود مؤسسة حياة كريمة وكذلك منصات الحوار اللي موجودة في الحوار الوطني للشباب ومنتديات شباب العالم كل ده يا فندم والحضراتكم جميعا بيدعم جهود مؤسسات الدولة بيعزز مفهوم التنمية المجتمعية والتطوع اللي هي أحد الأضلاع الرئاسية للتنمية المستدامة وبالإضافة أنه بيزيد الوعي لدى الشباب بالقضايا والتحديات اللي بتواجهها الدولة وعشان نحقق الحلم ده يا رئيس والفكرة تكون بتتنفذ على الأرض من السأزينة كفندم التفضل بالإذن بإطلاق اتحاد شباب الجمهورية الجديدة شكرا سيادة الرئيس شباب مصر الحبيب درة تاج الوطن ونبضة قلبه أهلينا والحضور الكريم ستظل مصر بإذن الله وبفضله وبقيادتها الحكيمة وبشعبها الطيب الأصيل وبسواعد أبنائها المخلصين شامخة أبية بإذن الله ودايما لقاءك يا رئيس بأبنائك بيكون الدافع والحافظ ليهم عشان ينطلقوا ويسهموا بجهودهم في عملية التماء والتنمية والبناء لنحو جمهورية جديدة